اهلا بكم وحلقة جديدة في الريمونتادة الاهلي يتوج بكأس مصر للمرة العاشرة في تاريخه البطولة التانية الأجوستي بطولة كأس مصر بطولة عربية الكورت السلة تاني بطولة الأجوستي في وقت قليل جدا ده نتاج شغل ومجهود كبير جدا من مجلس دارة النادي الأهلي مع فريق كورت السلة بعد اخفاقات كتير وبعد شوية عن الساحة وبعد شوية عن البطولات الأهلي بيعود بشكل قوي جدا بيعود بشكل قوي أداء ونتيجة أداء ونتيجة كمان يعني بياخد بطولات وبيقدي بشكل كويس الأهلي حصلوا طفرة كبيرة جدا بعد تولي أجوستي المدير الفني للنادي الأهلي في الكورت السلة طفرة كبيرة جدا من فترات من فترة قصيرة جدا أخذ البطولة العربية والنهاردة بيتوج بكاس مصر للكورة السلة للمرة العشرة في تاريخه على حساب فريق كبير وفريق عريق نادي للتحاد السكندري مش هقول يعني نادي للتحاد السكندري على المستوى المحلي والمستوى الأفريقي والمستوى العربي فريق كبير جدا وفريق قوي والنادي الأهلي النهاردة بيعود تاني للصدارة والزعامة وبيفوز بطولة كأس مصر ده النهاردة في ما يخص كاس مصر للكورة السلة مبروك للأهلي ومبروك لمجلس دارة من نادي الأهلي البطولة العشرة في تاريخه هنبدأ نتكلم عن الفترة اللي فاتت اليومين اللي فاتوا سانداونز وإيه اللي حصل في المباراة والأوتوبيس والتصريحات والتعليقات ومبالح كان فيه بقيم من سانداونز أنه هو كان هيفتح تحقيق اللي حصل في المباراة وأنه هو برضو على علاقة طيبة مع النادي الأهلي وده اللي رد بيه النهاردة برضو النادي الأهلي وكابتن خطيب نفس الكلام أن علاقات اللي تجمع النادي الأهلي ونادي السانداونز الجنوب الأفريقي علاقات طيبة وهنشوف بيان الأهلي النهاردة عن خطاب رئيس السانداونز معانا على الشاشة بيان كابتن محمود الخطيب تلقى كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خطابا اليوم من تلوبان متسبي رئيس نادي سانداونز يوضح فيه حقيقة ما تعرضت له حافلة فريق الأهلي وهي في طريقها لملعب المباراة الخطاب أكد أن تأخير وصول حافلة فريق الأهلي كان بسبب زحام مروري على الطريق المؤدي إلى ملعب المباراة سوكر سيتي وهو الأمر الذي جعل جماهير سانداونز تختلط بحافلة الفريق وأشار الخطاب إلى أن سانداونز يلتزم دائما بمعاملة النادي الأهلي بكل الاحترام والمواد التي يستحقها بل ويحرص باستمراء على الحفاظ على العلاقة التاريخية التي تربط النادي الأهلي ونادي سانداونز ويعمل على تطويرها في الفترة المقبلة بما يخدم مصلحة الناديين والكرة الأفريقية وأضاف رئيس سانداونز أنه يتمنى الخير للنادي الأهلي ورئيسه وكل المنتمين له ده كان البيان وكلام محترم يعني كلام شبيه لكلام تعنبارح والرد ومن نادي الأهلي برضو بنفس الشيء كلام محترم بين أندي كبار وأندي الناديين كبار في أفريقيا ونتمنى أن المواقف دي ما تتكررش تاني وتبقى الأمور ماشية بشكل جيد عندنا حاجة تانية النهاردة دي أحداث الأوتوبيس وده اللقطة اللي احنا شفناها الحافلة بتاعت النادي الأهلي توقفت في وسط الجماهير وشفنا موسماني نزل شل حواجز وكبسر عبد الحفيز وكانت لقطة مش ظريفة يعني كانت لقطة يعني ما كان شوقتها تماما ولكن وارد الحاجات دي بتحصل زي ما قلنا الحاجات دي بتحصل في أفريقيا ولكن الجماهير لها طريقة ورد فعلا من الإدارة أو من نادي لها طريقة مختلفة ولها تعامل مختلف وده كان رد طبيعي ورد محترم جدا من إدارة سانداونز على اللي حصل وكويس فيه اهتمام وفيه تقدير للعلاقات اللي بين الأهلي وسانداونز وفيه تقدير لقيمة الأهلي في أفريقيا إن الأهلي برضو زعيم القارة ويستاهل معاملة أحسن من كده ويستاهل إن هو يتعامل معاملة كبيرة وده برضو حتى لو نادي غير نادي الأهلي ما ينفعش ما ينفعش إن الأوتوبيس يتعطل وهو داخل المباراة أو يحصل أي نوع من أنواع التأخير على المباراة